الجولة الرابعة من تصفية كأس أمم إفريقيا كاميرون 2022 منتخب الوطني يواجه منتخب زيمبابوي جولة معنوان تأكيد الهيمنة القارية وضمان التأهل قبل نهاية التصفيات بجولتين مباراة جزائر زيمبابوي الأولى أكدت أن هذا الأخير صعب المراس وهو واحد من المنتخبات القوية التي تجيد التفاوض على أرضية الملعب الوطني للرياضات بهاراري ويملك من اللاعبين من يستطيعوا صنع الفارق كلها أمور ستصعب من مأمورية المحاربين في خرجتهم الإفريقية ورحلة البحث عن مباراة رقم 22 دون هزيمة لن تكون أبداً في المتناول نريد أن نحن 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 هذا يجب أن نحن 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 الثاني لرفقاء الحارس مبولحي. الثاني لأنه سيكون جيدا. لأنه سيكون جيدا. لأنه سيكون جيدا. لأنه لن يكون جيدا. ضمان التأهل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والاقتراب من الرقم القياسي الذي يحوزه المنتخب المصري بـ 24 مباراة دون هزيمة. هو الهدف الأول الذي يعمل عليه الناخب الوطني. هذا الذي رفع سقف الطموح عاليا منذ توليه قيادة سفينة المحاربين. اشتركوا في القناة